اخر حاجة من ضمن المدعوين بصراحة شمت فيه شمت فيه وفرحت فيه جمال علام مفروض جمال علام ده الاهلي لما يجي يستقبله يستقبله ازاي يستقبل جمال علام ده استقبال الفاتحين جمال بيه علام اللي زبط لنا كهربا وزبط لنا السوبر واتفق مع البنة ما يتردش حد من اللعيبة ومش عارف طبخ ايه وعمل لجنة الاستيناف ايه ومش عارف ايه كل الكلام ده ده انتو جمال علام ده اول ما يدخل من بوابة الاهلي امبارح يتشال على الاعناق كده بيب بيب جيمي بيب بيب تشلوه على الاعناق جمال علام وفرقة جمال علام صح ولا غلط جمال علام مبارح قاعد لوحده يعيني محدش جابله كبات عصير محدش جابله بقق مياه يشربه سابوه كده عارف اللي هو ايه جئته لا اعلمه من اين ولكني قتيته قاعد كده يعيني لوحده محدسال فيه يعني مش مثلا تلمه حواليه ومش عارف ايه وخده الصور معاه يعيني يجي ومشي ولكني حد يعرفه هي دي اخرة الغزة عالقة هي دي يعني برامد زي عيني يضحي وينقص شرف الاهلي في السوبر بعد ما كانت هتبقى فضيحة وبعد ما برامد زي يجي يقوله اجلي يومين يقولوله لأ مش هنأجلك انا ده انا انقصتكم الفضاحة يا ولد در بتيعي لا مش هنأجلك شوف عمله ايه جمال علام بقى حصل فيه كده مزبطين طبخين اكلين شربين واكلين مع بعض ويوم ما يروح افتتاح الاهلي يوم ما يروح افتتاح الاهلي محدش يعيني يقوله صباح الخير وبجد محدش عبره خالص فبصراحة صعب علي يعني بصراحة صعب علي طيب امبارح خالد طلعت على ام بي سي مصر اتكلم ان احمد سيد زيزو باداؤه السيء مش في حالته السنة دي والزمالك مش في حالته السنة دي رغم كده زيزو هو بيتفوق على جميع لعاب الاهلي بمراحل رغم ان زيزو حالته سيئة بيقولك عمل احصائية لزيزو حتى الان عمل 17 هدف صناعة لعب يعني صنع 17 جول ومساهم في 33 هدف من اهداف الزمالك ده يوريك ان زيزو في عز ما هو مستوى سيء فزيزو هو زيزو زيزو ده يعني ربنا يحميه من اهم اللعيبة اللي موجودين في نادي الزمالك بشكل يعني كبير جدا 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 طيب اخر اخبار معنا عاوزين نتكلم مع بعض فيها عاوز نتكلم على فرصة العمر اصوريو اصوريو عنده 18 يوم اجازة الزمالك هيلعب الاتحاد يوم 5-6 ابتداء من يوم 6-6 لغاية يوم 23-6 الفترة دي كلها 18 يوم الفترة دي هتبقى اجازة اعتقد ان اصوريو يبدأ يشتغل مع اللعيبة بشكل كويس يحفظهم طرق اللعب تاكتكس الرؤية الفنية بتاعته فاعتقد ان 18 يوم بمثابة نص فترة اعداد ويوم 23 الزمالك عنده فرقه في كاس مصر يعني يوم 5 الاتحاد في الدوري يوم 23 فرقه في كاس مصر ده بالنسبة لفرصة العمر اللي اصوريو اللي المفروض يعني طريقة اللعب الجديدة يحفظها للعيبة نادي الزمالك الشكبالة في مشكلة كبيرة مطلوب مليون ونص دولار يدفعو النادي لشبون البرتغالي لو ما تدفعوش الزمالك هيتم اقاف القد له مؤقتا يعني ايه يعني لو الزمالك توقف له القد لقدر الله مؤقتا يعني اولما يدفع الفلوس الزمالك يرجع القد تاني مش اقاف القد زي بتاع المرة اللي فاتت لأ المرة دي اقاف القد مؤقت لان الحكم تم اصداره يوم واحد مايو اللي هو بتاع الزمالك الزمالك كان مقدم استقناف ولكن المحكمة الرياضية رفضت الاستقناف ده والكلام ده كان يوم واحد مايو اعتقد تم ابلاغ نادي الزمالك بعدها باشبوء او عشر ايام على بال ما الزمالك استلم تقدر تعد شهر يعني الزمالك استلم الايميل مثلا يوم عشرين خمسة عشرين ستة قد يتوقف للزمالك اول ما الزمالك يدفع الكود يرجع تاني دي بس عشان نكون عارفين النقطة دي كويس اوي 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 هو طبعا القصة كان من سنة 2016 المبلح كان خمسمية تلاتة واربعين الف دولار دلوقتي الفوايد بسبب ان احنا اتاخرنا في السداد دلوقتي الفوايد بقت مليون المبلغ بقى كله مليون ربعمية وخمسين الف دولار فلو كنا دفعنا بدري شوية من 2016 يعني كنا دفعنا خمسمية تلاتة واربعين الف دولار ولكن احنا استنينا لغاية ما الرقم وصل لرقم كبير عاوز اقولك ان احمد سليمان منافس مرتادة منصور اكرر انه هو يخوض انتخابات الرئاسة واحمد سليمان قال اني هناك اشخاص من اعضاء الجامعية العمومية تحدثوا معي بشأن انتخابات نادي زمالك وبنسبة كبيرة ساترشح الانتخابات الزمالك المقبلة واحصل دائما على اعلى الاسوات منذ عام 2014 اكتر من المستشار جلال ابراهيم ومرتادة منصور ازاي هو خد اكتر ومرتادة هو اللي نجح ما عرفش برضو كلام غريب يعني ومش ههزر مع اي حد في الانتخابات المقبلة فاحمد سليمان شاكله نوع ان هو يدخل الانتخابات انا بس عاوز اقوله رسالة واحدة هو حر يدخل الانتخابات مايدخلش دي حرية شخصية لي ولكن هنفترض ان انت انجحت هتشتغل ازاي مع مجلس مرتادة منصور والمجلس فيه ابن مرتادة منصور يعني هتشتغل ازاي معهم مش المفروض ان انت تبقى عندك رؤية هدخل هشتغل ازاي هعمل هسوي ولا انت راشق في اي انتخاباته خلاص ما احترام لكابتن احمد سليمان يعني انت رايح في اي انتخاباته خلاص يعني حتى لو انتخابات اتحاد الطلبة هتدخلها مش تشوف الاول يا كابتن احمد هتقدر تشتغل مع المجلس ده ولا لا فالموضوع غريب برضو لان انت لو نجي حد ما محدش هشتغل معك من المجلس ده وهتبقى لوحدك فبرضو نادي الزمالك مختلف عن الاهلي في النادي الاهلي بيسيبوا ناس معينة هي اللي تدخل وهي اللي تتصدر المشاق انما في الزمالك كله عاوز نفسي مبارح شوفنا منظر في الاهلي منظر محترم رؤساء سابقين ورموز الاهلي وكله قاعد فرحان ولكن في الزمالك للأسف والأسف وضع مختلف وكله حرب شخصية وخلافات شخصية وما بيحبوش الله بعض الكابتن أحمد الطيب بقى مبارح آخر حاجة الكابتن أحمد الطيب ده اتكلم مبارح مع اسلام صدي الكلام مهم جدا بيقول لك ادارة الاهلي بعتت خطاب رسمي لقناة بينسبورت بتطلب عدم تعليق على مطشط الأهلي الناس في ادارة بينسبورت ده حكت وقالت ايه التفاهة دي أول مرة في التاريخ نادي بعت لنا ويقول لنا أنا مش عاوز المعلق ده يعني يعلق على المطشط بتاعتنا وبعدها الخطاب ترمى وكملت تعليق على مطشط الأهلي ده برضو بيوريك ان عقلية ادارة الأهلي برضو فيها مشاكل يعني برضو أحمد الطيب قال إني بحب التعليق على مباريات الزمالك أكتر من الأهلي مش عشان أنا زمالكاوي لأ عشان نادي الزمالك بيلعب كرة قدر حقيقية وجمهور الزمالك بيفهم بيفهم وبيقبل النقد والمتح غير أن الناديد طالما بنتكلم في الحق لكن جمهور الأهلي لا يقبل بمتح المعلق غير نديد فقط حتى لو كان في الحق جمهور الأهلي عاوز معلق ينحاز للأهلي دائما طوال المباراة وما يتكلمش عن النادي الآخر بأي شيء حتى لو كان جاي والكلام ده هتلاقيه عند معلقين تانيين لكن مش عندي برضو كابتن أحمد الطيب كلام مهم جدا 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 بيقول أنا ما يهمنيش زع الجمهور الأهلي عشان أنا ما عملتش حاجة غلط وأنا معلق بعطي كل فريق حقه ما عرفش أطبل لحد لو أنت مشجع عاوز معلق يمسك طابلة ويقعد يطبل لك طول الماتش زي ما بيحصل دلوقتي فيه في أحد القنوات كده لكن الكلام ده مش عندي أنا بيشتغل بضمير ويه كلام من هذا القبيل بيقول بقى كابتن أحمد الطيب بيقولي الأهلي فريق عادي ويوصل نهاية أفريقيا بمساعدة الغير ويسألوا أطهر الطاهر هيجي واحد يقولي ده الأهلي بيكسب دلوقتي كله الماتشاط ما الطبيعي الأهلي يكسب كده الهدف الأوف سايت فيه مباراة سيراميكا كيليو باترا وقال كمان يعني ختم بقى بحاجة كده ووجه رسالة لمحمود الخطيب بيقول بعد أول مباراة أعلق فيها في الإمارات حصلتوا على ساعة روليكس بس مش عايز الكابتن الخطيب يزعل مني عشان يعني أنا خدت ساعة زيو والأهلي أرسل إيميل آه يعني احنا الكلام ده قلنا أنهم أرسلوا إيميل للبيني سبورت عشان مش عايزين أحمد الطيب يعلق على مباراة الأهلي مرة تانية ولكن إدارة بيني سبورت خدت الورقة ورحت معطعها ورمتها في سلة المهملات شكرا كابتن أحمد الطيب يعني جمهوري الزمالك بيحبك وستظل المعلق الأفضل والمعلق المفضل عند كل جماهير نادي الزمالك ساعت جدا بحضراتكم وأتمنى في نهاية الفيديو لايك وشير وإعجاب ومتابع لو أنت على فيسبوك لو أنت على يوتيوب أكيد مش هتنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس واللايك والشير للفيديو أشوف حضراتكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم معرفة السلام